اهلا عزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة الى الله انك تتبارك من خلال هذه الحلقة رح طبعا نلقي ضوء على موضوع في غاية الاهمية عن فلك نوح هل فلك نوح هي قصة حقيقية ام اسطورية وهل الطفان كان محلي ام عالمي واسئلة كثيرة يصرني ان استضيف في الستوديو معي دكتور ناجي اسكندر طبعا دكتور ناجي اسكندر مش غريب على المشاهدين كان موجود معنا عدة مرات دكتور ناجي طبعا هو زميل الكلية الملكية للجراحين بانجلترا اهلا وسهلا دكتور ناجي اهلا يا اسيس نزار بيسعدني ان اكون معاك في هذا البرنامج الرائع اهلا وسهلا فيك التعارف في شكوك حول البعض القصص الكتابية وللأسف يعني بدناش نقول غير المسيحيين مسيحيين عم بيعترضوا على هذه الفكرة وبالتحديد انه يعني بالنسبة اليك والي نحن نؤمن انه الكتاب المقدس هو كلمة الله فحبيت بس اقول للمشاهدين انه من فترة كنت انا وياك في رحلة عزمتني على مكان جميل جدا في امريكا اللي عندهم كيف نسمي ربليكا النموذج لفلك نوح والشيء الغريب بالقياسات بالتحديد تفضل يا دكتور ناجي بالقياسات الكتابية دي مجموعة اسمها انسرز ان جينيسيز وعندهم حكتين يا اسيس نزار عندهم متحف الخليقة وده متحف رائع جدا بيحكي من اول الخلق للسقوط للكارثة اللي هو الطفان العالمي للبلبلة لمجيء المسيح متحف رائع جدا وبعدين بنوا فلك نوح بالحجم الطبيعي بالحجم الكتابي 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع ارتفاع ده عشان نقرب المقييس دي لنا يا اسيس نزار ده زي ما يكون واحد ونص ملعب لكرة القدم وتلت دوار ما هواش حتة القارب الصغير اللي مرات نشوفه والحيوانات طلعة ومن الشبابيك والارد بيتنطط ونوح منظر ومش عارف يسيطر عليهم مش كده خالص ده حدث على مهام وانا حب اقول حاجة دي مش قصص دي احداث تاريخية حدثت فانا ما بحبش حتى اقول قصص الكتاب المقدس انا بقول احداث الكتاب المقدس لانها احداث حقيقية حصلت في الزمن وفي التاريخ ومنها الله بيكلمنا اشتركوا في القناة